واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمة المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركر هذا وتواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين وللمزيد ينضم إلينا من ميناء أبو سنبل البحري بمدينة أسوان مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل مرحبا بك محمود صف لنا الأوضاع لديك نعم بعد التحية يتجدد اللقاء معكم في تغطيتنا المستمرة للوضع هنا في ميناء أبو سنبل النهري ومعبر قسطل وفي هذه الخدمة الإخبارية لدينا عدة نقاط جديدة النقطة الأولى التي نتواجد بها الآن وهي إحدى العبرات التي وصلت منذ قليل من ميناء مرسى حجر الشمس وصولا إلى ميناء أبو سنبل وجميع الحافلات تبدأ الآن في المغادرة إلى مدينة أسوان وكاركر وهذه العبرتين التباعتين لمحافظة أسوان تعمل ليلة نهار لنقل الوافدين من معبر قسطل إلى ميناء أبو سنبل أم النهرية أما النقطة الأخرى الثانية وهي أيضا مهمة زيارة وفدأ الاتحاد الأوروبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية لمقر جمعية الهلال الأحمر المصري في القاهرة وهذه الزيارة ستعود بالإجاب علينا هنا في ميناء أبو سنبل النهري أو حتى معبر قسطل لأن هذه الزيارة تم الإعلان فيها عن دعم الاتحاد الأوروبي بـ 27 طن من الإمدادات الصحية والطبية لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوفيرها للقادمين عبر معبر قسطل وأرقين في الحدود البرية لتقديم المساعدات المختلفة لهم وأيضا وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن هذا التعاون يتم بالتعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي العالمي وأيضا ممثل الاتحاد الأوروبي أكد أننا ندعم الحكومة المصرية في توفير كل المساعدات الطبية لمساعدة السودانيين في هذه الأزمة وأعلن أنه تم منح جمعية الهلال الأحمر المصري 200 ألف يورو لتقديم كل المساعدات الطبية والإغاثية للشعب السودان الشقيق وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أكد أن البرنامج سيكرس من خدماته خلال الفترة القادمة مع مصر لتقديم كل الخدمات المتعلقة بالإعاشة والمتعلقة بالأدوات الخدمات الصحية المختلفة لتقديمها للسودانيين وتم الإعلان على أن جمعية الهلال الأحمر استلمت بالفعل هذه اللوازم فبالتأكيد هذه اللوازم وهذه الامدادات الصحية ستعود إلى أو ستنتقل إلى معبر قسطل عبر هذا الميناء الذي نتواجد به وهو ميناء بوسمبل النهري النقطة الأخرى والتي لحظناها وتم رصدها هو حركة التجارة المتبادلة بين مصر والسودان في هذه الأوقات وعودت هذه الحركة مرة أخرى بدخول بعض الشاحنات وبعض الحافلات المحملة بالمواد الجذائية التي انتقلت من الجانب المصري إلى الجانب السوداني وأول أمس أيضا قد رصدنا دخول ما يقرب من 16 سيارة محملة برؤوس الماشية قادمة من السودان وأيضا بعض الحافلات الأخرى التي انتقلت ببعض المواد الجذائية وصولا إلى معبر قسطل فبالتالي حركة الحركة التجارية أو حركة عبور الوافدين في معبر قسطل كبيرة جدا هذه الأيام فبالتالي تحتاج لمضاعفة الجهود ومضاعفة العمل داخل معبر قسطل وهذا ما أعلنت عنه محافظة أسوان اليوم بزيادة الأطقم العاملة في الجوازات وفي الجمارك حتى يعني يقل هذا الاستحام وهذا الضغط ويكون هناك تسهيلات أكبر للعبور سواء للسودانيين الوافدين عبر معبر قسطل إلى مدينة أسوان وموقف كاركر أو حتى مع بداية عودة الحركة التجارة بين مصر والسودان وهذا يدل أيضا على قوة العلاقات والمتبادلة بين مصر والسودان في شتى المجالات فبالتالي لازال العمل متواصل هنا وتقديم جميع الخدمات وهناك متابعة وغرفة عمليات مستمرة من محافظة أسوان لمتابعة سير العمل سواء في مدينة أبو سنبل أو حتى معبر قسطل حتى يتم تقديم كل الخدمات وكل سبل الراحة وتوفير كل الحافلات المختلفة للوافدين عبر معبراء قسطل وأرقين واستمرارا أيضا لتنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الخدمات وكل العون والوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق فبالتالي تتواصل هذه الخدمات ونتوقع أن تزداد أيضا القوافل وتزداد المساعدات من المنظمات والمجتمع المدني وأيضا الجهات الحكومية المختلفة جزيل الشكر لك محمود جميل مراسل تلفزيون المصري كنت معنا من ميناء أبو سنبل البحري شكرا جزيلا لك